نرحب من بيروت بالعميد دكتور هشام جابر الخبير العسكري والإستراتيجي حياة كلاسية العميد يعني فيديو مدته تسع دقائق سباح النور مسيرة هدهد يعني صورت فيديو وأماكن جد حساسة للجانب الإسرائيلي وصفت بأنها مناطق عالية الحساسية إذا أردنا أن نقوم بتحليل هذا الفيديو معك دكتور هشام أكيد طلعت عليه حضرتك من حيث الزمان والمكان والهدف ورسالة حزب الله لإسرائيل نعم هذا برأيي حدث مهم جدا هذا اقتراق هذا يرتقي إلى المستوى استراتيجي أن يتجول الهدود في سماء منطقة حساسة جدا وعلى مساحة يعني تفوق الألف كيلومتر في الجليل الغربي وفوق ميناء حيفا وفوق البورج الحربية وفوق السكنات العسكرية وكل الأماكن استراتيجية مدة تقارب العشر دقائق ولا يتصدى له أي شيء ولا يكتشف إلا بعد أن يغادر يعني برأيي إنجاز كبير له معنى معنى نفسي واستراتيجي يعني ويدل على فشل والردع الإسرائيلي ولست تالي أول مرة فشل استخباراتي وفشل في الاستخبارات العسكرية التكتيكية وفشل تقني يعني كان يفترض أن يكتشف هذا الجسم الغريب هذا من الناحية العسكرية وهذه الفيديو عن الهدر هو رسالة أنا برأيي لا أكثر هو رسالة بعد أن ردد العدو الإسرائيلي تهديده للبنان من خلال مباشر وتصريحاته وهوكستين جاء أنه سيقوم بعمل ما بفتح الحرب مع الشنوب اللبنان فجاء حسب الله ليذكره بأن العشر تلاف صاروخ دقيق لن نستعملهم بعد وتحدث عنهم نتيه من خمس سنين وقال أن هذه الصواريخ تستهدف جوشدان نحن صورنا الأهداف العسكرية والستراتيجية لمنطقة من كوشدان يعني من حيفا وهذه ستكون بنك أهداف لنا هكذا رسالة حزب الله في حال تجرأ الجانب الساهدي ورسكة وحمنقة ومغامرة وفتح هذه الحرب وقال حزب الله ما هو الجزء الأول يعني من الهدود فربما قريبا يظهر هدود آخر يصور أماكن أخرى في تل أبيب هذا برأيي الجو العام جاء بالتوقيت الذي حضر فيه السيد هوكستين ليبلغ لبنان أن نحن على حفة هلاوية صحيح نحن على حفة هلاوية نقترب كل يوم إنما حزب الله يقول دائما ونحن قمنا من 8 أكتوبر أنه لا يريد حربا واسعة إيران لا تريد حربا واسعة أمريكا لا تريد حربا واسعة أوروبا لا تريد حربا واسعة والدول السابعة والآخرة لماذا يعني يهدد العدو الإسرائيلي لأنه مأزوم هذا هو بيت القصير لماذا لا يريدون حربا واسعة مع جنوب لبنان لأن هذه الحرب يعرف الجميع لن تبقى أسبوع واحد إلا وتمتد حربا واسعة ستكون حريقا واسعة في المنطقة وتمتد إلى باب المندب والبحر الأحمر والحوثيين والخليج ويمكن أن تتورد بها إيران وأمريكا ليست مستعدة إطلاقا بأن تتورد في هكذا حرب وتضطر أن تنجد إسرائيل إرسدادات سية العميد يعني بث فيديو مماتل من قبل الحزب لدى الجيش الإسرائيلي هل بتقديرك سيرد كما اعتدنا عليه باغتيالات في صفوف القادة في الصف الأول للقادة من الحزب؟ هل هذا وارد؟ نعم هذا مفترض وارد نعم لأنه العدو الإسرائيلي أثبت قليل 8 شهر في حربه مع لبنان وحتى في حربه في غزة غزة تدمير 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 إبادي إلى آخره أما مع لبنان يعني في ماذا نجح يعني بالاغتيالات وقتالها كما ذكر هو يعني العديد من قادة حزب الله الصف الثالث والثاني والآخره بعد 8 شهر يعني هذا هو تدمير القرى الحدودية اللبنانية وقتل مدنيين فقط واغتيالات وفي العمق اللبناني هذا الذي أثبت جدارته به عسكريا يعني فماذا يفعل إذا لم تهدأ الجبهة إذا يفتح جبهة جنوب لبنان نعم سألتني سؤال مهم هل فتح الجبهة كيف يفسر من يفتح الجبهة هل فتح الجبهة ضروري هو هجوم بري لن يقوم به بأعتقد مجرد ما أن يقوم الإسرائيلي بمزرة ما بشكل غير مسبوك كما يقوم في غزة يعني افترضنا جدلا أنه قام بمزرة في داخل لبنان يعتبرها حزب الله هذه من الخطوط الحمر فإذا عليه أن يرد مجرد أن يقوم الإسرائيلي باغتيال أحد أو بعض قيادات الصف الأول من حزب الله كما نسمع التهديدات والآخري نعم يمكن أن يعتبره الحزب هذا هو بداية هو الذي بدأ الحرب أهلا من جانب اللبناني يعتبر إسرائيلي إذا قصف حزب الله هذه الأهداف التي وردت في فيديو الهدهد نعم يعتبره هذه أهداف سراتيجية عساسة جدا حيفا وغيرها يعتبر أن حزب الله الذي بدأ حزب الله لن يقصف هذه الأهداف التي رأيناها في الفيديو إلا إذا بدأ الإسرائيلي بفتحة لأنه يدرك جيدا هذه الأهداف خط أحمر وهذه أهداف كارثية وحيفا وميناء حيفا وكل ما رأيناه في هذا الفيديو لذلك هي حزب الله ينذر ويقول أعذر من أنذر لا ترتكبوا هذه الحمقة أما أن لا تقع الحرب الوسع سبعد أنا أن تقع إنما لا أحد يعرف أي سوء تقدير أو سوء تصرف أو غلط في الحسابات من الجانب الإسرائيلي في استهداف أهدافي في البنان يمكن أن يعتبر هو فتح الحرب ويقول حزب الله للعالم هو الذي فتح ويرد خلال ساعة بمئات الصواريخ الدقيقة التي تنهمت على جوشدان وأيضا الأسلحة الأخرى سلاح صواريخ أربحر وقوات الردوان وكتيبة عباس وهناك يتحدثون عن إمكانيات جهنم يمكن أن تنفتح ماذا تفعل إسرائيل؟ تدمر بيروت؟ نعم عظيم هي تدمر هي شاطرة بالتدمير تدمر لبنان إنما السؤال يا سيدتي عندما قاد عسكريون يفقنوا بالحرب لماذا الحرب؟ لتحقيق أهداف عسكرية وبالتالي سياسية وبإقال تكلفة هكذا تعلمنا أما أن يقوم بفصح شبهة مع لبنان ويفتح جهنم عليه وغير ضامن أن يحقق أهدافه العسكرية والاستراتيجية من كسر آلة العسكرية للحزب الله أو إلى هذا كما وهناك تشبهة غزة ولا مقارنة بين قوة حماس في غزة وقوة حزب الله في لبنان ولا مقارنة بين جغرافية غزة وجغرافية جنوب لبنان لذلك الوضع أنا أعتقد يلزمه تفكير عميق إلا إذا أعطيه ضوء أخضر أمريكي لن يأخده الهجوم على لبنان يا سيدتي يلزمه شرعية دولية لن يحصل عليها ضوء أخضر أمريكي لن يحصل عليه لذلك أعتقد في أغلب الظن أن القرار بفتح الجبهة اللبنانية من جانب إسرائيل لن يتخذ بيتال أبيب إنما في واشنطن ولن يتخذ ولكن على الأقل هل هذا يضاعنا اليوم أمام قواعد اشتباك جديدة ربما طبقا لمعادلة ردع جديدة بعد أن كشف الشريط تل عميد عن قدرات عسكرية وإمكانات تسليحية كبيرة بيد حزب الله اليوم وفي الجزئية التي ذكرتها بالنسبة للولايات المتحدة ربما التدخل أو الذهاب لعمليات واسعة على الجانب اللبناني من قبل إسرائيلين هذا يستدعي تدخل الأمريكيين ومن يقول تدخل الأمريكيين هذا بالمقابل لستدخل إيران نعم تمام تمام يعني أنا يا إسرائيل لماذا أتت الحاملات طائرات جيرالد فورد في بداية الحرب من 8 ديولار أكتوبر إلى رأس الثانية جاءت لنجدة إسرائيل لأنها اقتنعت وأوهمتها إسرائيل أنه ربما يفتح حزب الله الحرب الوسعة عندما أيقنت أنه ليس بوارد البادئ بها وغادرت مع بداية هذا العام ولديهم مشاغل أخرى في أمريكا هذا عيدا محصوم بس إنما إذا ضربت إسرائيل إذا ضربت وطلبت النجدة من أمريكا ليس لأمريكا إلا أن تتدخل لا يمكن أن لا تتدخل لنجدة إسرائيل إذا ضربت في هذه المنطقة التي ذكرناها وتطورت الأمور ترى نفسها أمريكا مضطرة إلى انخراج ساعة إذن إيران حتما وكما ذكرت لك ستتوسع أمريكا لا تريد في فترة الانتخابات أن يعود جنودها بالسناضي